ولا نصدقان العالم السوشيال ميديا نت لايف والزميل عبد الرحيم معروق اشتركوا في القناة أسعد الله صباحكم معزلنا المشاهدين يسعد صباحك إسراء ويسعد صباحك عداء يسعد صباحك بداية أسبوع جميلة نتمناها جميلة لكم ولجميع السادة المشاهدين باقى من الفيديوهات والصور والهاشتاجات معنا في فقرة هذا اليوم من نت لايف نذهب إلى الهاشتاج الأول وهو إنقاذ عوائل الناشطين حيث دعى مغاردون في السعودية إلى إنقاذ عائلات الناشطين والمعتقلين في السعودية وعدم تقييد حرية أبنائهم نشاهد ونقرأ ما كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي الرواد هناك في السعودية دكتور عبدالله العودة يقول استهداف عوائل الناشطين كارثة غير مسبوقة تجاوزوا فيها حتى معايير الجهلية 17 شخص من عائلتي ممنعون من السفر بما فيهم هؤلاء الأطفال في الصورة التي سنراها بعد قليل وعمي دكتور خالد معتقل منذ سنة ونصف فقط لأنه غرد عن والدي وهو يعاني من عدة مشاكل صحية شفاه الله وفرج عن هاشتاغ إنقاذ عوائل الناشطين نشاهد هذه صورة دكتور سلمان العودة المعتقل حتى هذه اللحظة في السجون السعودية وأطفاله إلى تويت أخرى في هذا الإطار نقرأ ونشاهد حساب الكابتن يقول يقول تركي الحمد الدولة لا تمارس أعمال الإرهاب طيب التنكيل بعوائل المعتقلين والحقوقيين والمعارضين هذا أسوأ أنواع الترهيب إلى تويت أخرى إنقاذ عوائل الناشطين المشكلة هناك أنه التقييد ليس على المعتقلين فقط بل على عوائلهم حتى هذه اللحظة دكتور سعيد بن ناصر الغامدي الداعي سعود يقول كل أهلي وأولادي صغارا وكبارا بناتا وأبناء منعوا من السفر وصغار الأربعة أرجعوهم من المطار وصادروا قيمة تذاكرهم مع أن عائلتي وجميع قاربي لا علاقة لهم بما أكتب أو أعمل شكواي وشكوى كل المتهدين إلى من بيده مفتيح النصر والفرج ليس لها من دون الله كاشفا هذا أبرز ما قاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاغ إنقاذ عوائل الناشطين في السعودية إلى هاشتاغ آخر وأكفل دكاكين الهندسة تحت هذا الشعار أطلق مغردون مصريون هذا الهاشتاغ العريض بسبب ما تقوم به الكليات في مصر بتخريج عدد كبير من طلبة الهندسة مع دخولهم الجامعات بمعدلات ضئيلة ومعدلات لا ترتقي إلى أن يخرجوا من هذه الكلية نشاهد ونقرأ ما كتبوا حول أكفل دكاكين الهندسة ميدو يقول لما واحد يكون جايب 95% في الثانوية وبعد كده يتخرج من هندسة ويتساوي مع واحد كان جايب 65% والاثنين يخرجوا معهم كرنيه النقابة يبقى أكيد في حاجة غلط هنا الخلاف أنه هناك بعض الجامعات الحكومية تأخذ معدلات للهندسة من 95% معدلات عالية وبالتوازي هناك بعض الكليات والمعاهد الصغيرة تخرج طلبة هندسة ويلتحقون بنقابة المهندسين ويحصلوا على كرنيه الهندسة يتساوي من معه معدل كبير ومن معه معدل منخفض إلى تويتة أخرى في أكفل ودكاكين الهندسة في مصر يرى تقول العدد الأوفر من الخرجين 15 ألف مهندس جامعات حكومية و45 ألف خاص ومعاهد هندسية سنويا اللي السوق ما بيقدرش يستعيبهم يستوعبهم كلهم لأنه عرضوا طلبوا ده اللي إحنا مش فهمينه للأسف كل سنة العدد بيزيد عن اللي قبله هناك معاهد تخرج وجامعات حكومية تخرج الجامعات كما قلنا تخرج بمعدلات عالية والمعاهد تخرج بمعدلات قليلة لكن يتساوي في الحصول على كرت النقابة إلى تويتة أخرى في أكفل ودكاكين الهندسة أكبر فشل في التاريخ معاهد نقبية خاصة 45 ألف متخرج سنويا لون 15 ألف من الجامعات الحكومية هنا يتساوي من معه ومن ليس معه ربما المشكلة ليست مقتصرة على مصر بعض الدول العربية تعتم من نظام المعاهد وتخرج أصحاب المعدلات المتدنية صحيح اللي بيدفع أكثر بقدر أنه يتخرج بس على فكرة بالتغريد اللي قبلها في نقطة جدا مهمة أشار لها الشخص هي مسألة أن للأسف الشديد إلى الآن الحكومات ونظام التعليم في الدول العربية ما عم بوازن بين احتياجات سوق العمل وبين أعداد الطلاب اللي لازم أنهم يدخلوا تخصص معين لذلك يعني البطالة عم تنتشر بشكل كبير أعداد الأشخاص اللي بتخرجوا من كثير من التخصصات مو بس الهندسة يفوق حاجة سوق العمل فبالتالي صار فيه مسألة عدم توازن لا ننقل اللوم كله على سوق العمل أو على الجامعات التي تخرج شباب لا يستطيعوا أن يتوافقوا مع سوق العمل برضو هناك نظرة مجتمعية للأطفال من قبل العائلات بأن يخرج طبيب مهندس وهكذا أمور وعدم التماشي مع متطالبات سوق العمل حتى هذه اللحظات فضلوا له يعني أحكي أنه بالوطن العربي فعلا هذه المشكلة موجودة بشكل عام لكن مصر إلى حالة خاصة يعني بطبيعتها بتضخم سكاني اللي فيها والمهندس وباش مهندس يعني ممكن يكون سائق تاكسي فأنا هي من الأشياء الممكن تكون من زمان كتير يعني حسب 20 سنة وقبل وأكتر يعني ما كنت كبيري أنا بس أنه لا شيء سنة تعريبا نشوف من الأفلام صحيح نشوف الأفلام حتى في اللي صديقات أنه كيف يعني ممكن مهندس وبذات الوقت أنه يعني مشكلة كتير كبيرة بذات الوقت أنا بحط اللوم كمان على الشخص أكتر أنه خلص يعني أنه أنت وقت عم تدخل هذا المجال أربع سنين ست سنين بنهاية الأمر ما في مجال يعني ممكن لازم يكون دائما في مجالات أخرى مفتوحة هو موجودة يعني بطبيعة الحال للأسف طيب كثيرا ما نجلس مع بعض الأشخاص يظهرون شيئا طيبا ويخفون أشياء غير طيبة عندما نجلس معهم يتحدثون بكل رحابة صدر أنتم جميلون جدا عندما يخرجون من جلساتنا يتحدثون عننا بشتى الأسليب الغير سليمة والغير جيدة هذا الأمر أزعج رواد مواقع التواصل الاجتماعي فلذلك دشنوا هاشتاغ بعنوان وش رأيك في أبو جهين أبو جهين كلمة مشهورة عندنا في بلادنا العربية الشخص الذي يظهر شيء ويخفي شيء آخر محمد الفهد يقول قمة المتعة أن تجالس شخص يكرهك ويغتابك كثيرا ومع ذلك يبين لك العكس هذا كافي بأن يخبرك بأن حضورك أو لحضورك هيبة قادرة على تحويله لمنافق جبان أما أنا فأحب الأشخاص الذين يثرثرون خلف ظهري فذلك هو مكانهم بالضبط خلف ظهري ما شاء الله محمد ثقة عالية ويحرج بعض الأشخاص طيب إلى تويتة أخرى في وش رأيك في أبو جهين سامي يقول لوم نفسك قبل أن تلوم أبو جهين لوم نفسك على أحد الأمرين بداية أو أحد الأمرين بداية إما أنك مغفل ونجح أبو جهين في استغفالك والضحك عليك أو أنك قدمت القلب على العقل في هذه العلاقة وفي كلتا الحالتين الملامة على نفسك أولا قبل أن ترميها على غيرك لا مش شرط على فكرة لأنه ممكن عن جد في أشخاص ما بتبين يعني إحنا كمان ما نحمل حالنا فوق طاقتنا ممكن إحنا منتعامل بطيبة مع الناس وفي ناس عن جد عندها قدرة كبيرة على التمثيل يعني خصوصا في ناس تظهر بمظهر المتدين مظهر الإنسان الصالح فبالتالي إحنا نحسن فيهم الظن يعني ما منتعامل معهم بظن سوء فأعتقد أنه لا يعني الملامة مش على الشخص اللي مو غلطان أنت ما أخطأت بشيء هو اللي في النهاية عم بغتاب وفي جلساتنا نعرف ما يقولون لكن خلف ظهورنا لا نعلم أما في حال أنك أنت عرفت عن جد هذا الشخص فهون بيصير ملامة عليك أنك بالضبط أنك مستمر في هذه العلاقة إلى تويت أخرى قمر تقول شخصية وش رأيي في أبو جهين هي شخصية تعاني بين الانفصام بشخصيته الداخلية والخارجية لا يعرف الذي له والذي عليه هنا التحميل أيضا للشخص أبو جهين إذا صح التعبير أنا عجبتني التسمية فكرة شكرا لمن كتبها هذه تويتات ولمن أطلق وش رأيك في أبو جهين أخيرا شو رأيكم أبو جهين أنا بتعرف من شو دائما بخاف أن أصلا تكون الأمور الغير عادية تصبح طبيعية عنها بحياتنا يعني ممكن هذا الأمر تحديدا كتير من الأشخاص أصبحت تتقبل أبو جهين يعني أنه ممكن يكون حتى بيجي بيحكي لك شي بعدين بيلك بس أنا قلت له هذا الشي ما حبيت أبديله هذا الرأي وممكن تتقبله أنت بطبيعة الحال هذه القصة اللي ممكن نحن لازم نكون لأنا وعين أكتر ما تكون الأمر هذا أمر من نهاية ما له عادي الوضوح أسلس شيء وأهم شيء يعني بين علاقاتنا مع الأشخاص صحيح إلى قضية اليوم نذهب وإياكم سويا حيث ثر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في السعودية بعد أن نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع سناب شات فيديو لتكريم أبناء شهداء القطاعات الأمنية في جدة حيث ظهر الشاب هو يسأل الفتيات في طبور أعريض عن وجهة نظرهم فيما يحدث وماذا يقولون تجاه هذا التكريم مع تجوزه لطفلتين من ذوي البشرة السمراء موصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه الأشد عنصرية في السعودية ولذلك دشن له هاشتاجا عريضا كلنا ضد العنصرية لأن هذا الشخص كان يحمل اسم الحساب الأمني أو الاستناب الأمني وله صلة بالحكومة السعودية حسب ما يقول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشاهد هذا الفيديو وبعدها ما قاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع تفضله جاهزة سبقين جاهزة 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 السلام عليكم وسعد الله صباحكم جميع وشحالكم عساكم بخير انتم شفتوا المقطع طبعا شاب سعودي قائم على حساب عنده متابعين ويهتم في الأمور اللي تخص الدولة واسناب أمني ومدري وشو فأنا شفت مثل ما شوفوا الناس يعني يصور الأطفال تجاهل السمر ويصور البيض ولكنهم أوادم قدامه طبعا الناس نزلوا عليه وتكلموا عليه وكذا وعلى ما قال يعني لا طاح الجمال كذا لا تسكاكين لكن أنا بحط لي سكين لأنك تستاهل هذول أطفال هذول أطفال يعني لو أنه واحد كبير كان ممكن يعني أنه عندك موقف منهم مشكلة شوف هو لو لو أنك بزر العنصرية لا تفرق بين كبار وصغار رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا حملة كبيرة على هذا الرجل بالرغم من أنه أطلق تويتر على موقع تويتر تحدث فيها أنه لم يقصد ما حدث في هذا الفيديو لكن الرواد قالوا له بصريح العبارة أنت تفديت الطفلة الأولى وربما لن تكون ظاهرة لكن في وسط الفيديو تفديت أيضا طفلة من ذوي البشرة هو برر طيب عبد الرحيم ما تصرفه هذا ولا لم يبرره فقط قال أنه لم يقصد هو قال أنه برر التصرف بأنه لم يكن يقصد وهذه الحالة التي فعلت عليه على مواقع التواصل الاجتماعي ليست بمحلها لأنه لم يقصد ما حدث قبل أن نستعرض ما قاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورأيهم حتى هذه اللحظة كيف رأيتم القضية؟ طبعا قضية مؤسفة أول شيء إحنا في العالم العربي غير معتادين على العنصرية بين ذوي البشر السمراء وذوي البشر البيضاء خصوصا أنه كثير من الناس في العالم العربي خصوصا في مناطق نجد وما حولها أصلا هم من أصحاب البشر السمراء فمن المعيب جدا أنك أنت تكون عنصري ضد أصحاب البشر اللي أسمر شوي من بشرتك نعم إحنا أصلا في عالمنا العربي متجاوزين بشكل كبير جدا هذه المسألة يعني من المشين حقيقة ومن المعيب أنا حتى هذه اللحظة مش أدري أستوعب صراحة هذا التصرف من شخص سعودي بصراحة مش منطقي لعلى مشاكلنا أكبر من أنه ندقق في هذه التفاصيل لكنها ظاهرة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا يصرفون لها الوقت الكبير دعونا المشاهد ما كتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حساب ما ما فرح تقول لسناب الأمن عنصرية لسناب الأمن بإذن الله تكون هذه الحادثة هي الأخيرة ما يثلج الصدر هو وقفة الشعب السعودي مع الحق ومع الإنسانية العنصرية والإرهاب أمور دنيئة وتحط من الإنسان المخلص الشريف كلام سليم إلى تويتة أخرى في السناب الأمن بعد الحادثة حساب عامي يقول العنصرية ما تولد مع الشخص وإنما هي نتيجة تراكمات لأفكار ومعتقدات تزرع في العنصر من بيئته التي يعيش فيها بيئتنا متجذرة فيها العنصرية وبعض أنواعها محل فخر حتى التمييز القبائل موجود في هذا الموضوع إلى تويتة أخيرة في هذا الهاشتاغ عاجزة تقول من كثر ما العنصرية منتشرة بيننا والتخلف متزايد اليوم أتكلم مع وحدة سودة وقتلها سوادي دكي جنن صافي أتمنى أحد أواحد لوني وقالت لي عنصرية لا تقول لين عني سودة بشر يعني حتى لما مدحتها نعم هذا خلاصة ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي من هاشتاغات وفيديوهات يعطيكم العافية شكرا جزيلا عبد الرحيم على هذه الإطلالة حقيقة ونتمنى بالفعل أن تكون إطلالة فيها إشارة للوعي يعني تساهم في وعي المشاهد بشكل أكبر والتصدي لكل ما هو غير واعي في مجتمعاتنا وبتأكيد نشكر الأصدقاء على المتابعة حتى نهاية الحلقة إلى اللقاء نودعكم اشتركوا في القناة